بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم أبناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم معلمكم الأستاذ علي القحطاني ويرافقني في لغة الإشارة زميلتي الأستاذ شريف الشريف بمشيئة الله رح نستكبل معكم دروس مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي اليوم بمشيئة الله عنوان درسنا هو إثراءات اثنين الآن ننتقل إلى فكرة الدرس بإذن الله سنستعرض مجموعة من التدريبات هدفها تقويم لدروس الفصل الخامس الآن بإذن الله رح ننطلق نبدأ مع الأسئلة رح أقرأ لكم السؤال وكل فقرة من فقراته رح أعطيكم عليها فرصة تفكرون تحلون ومن ثم حل مع بعض لذلك جهز ورقتك وقلمك أمامك بارك الله فيكم جاهزين يا مبدعين يلا الله يسعدكم يقول أكمل الجدولين الآتيعين لدينا الجدول الأول نقرأ ونركز الآن مع بعض الله يسعدكم على الجدول الأول هذا الجدول بارك الله فيكم خلاص يا مبدعين الجدول الثاني اللي على يسار رح نتركه الآن الآن نقرأ يقول القاعدة اضرب في ثلاثة اضرب في ثلاثة بارك الله فيكم طيب إذا أضرب ماذا المدخلات إذا ضربنا المدخلات في ثلاثة راح يعطينا المخرجات صح أو لا يا أبطال طيب إذا كانت المدخلة غير موجودة والمخرجة موجودة نسأل نفسنا سؤال ما هو العدد اللي ضربناه في الثلاثة فأعطانا هذا المخرج صح أو لا بارك الله فيكم يلا نبدأ فيها خطوة خطوة بارك الله فيكم الآن المدخلة هنا ثلاثة كم سيكون المخرجة بارك الله فيكم يلا تفضل يا أبطال معكم ثواني معدودة بارك الله فيكم هيا يا أبطال وصلت للإجابة ممتازين الإجابة هي ماذا؟ خلوني أمسح هذه الإجابة هي تسعة طيب يا أبطال من يقول لي لماذا تسعة؟ لماذا المخرجات هنا تسعة؟ لأننا ضربنا المدخلة اللي هي ثلاثة في ماذا؟ في ثلاثة طيب ثلاثة ضرب ثلاثة كم تساوي يا مبدعين؟ بارك الله فيكم تسعة إذا نضعها في المخرجات طيب يا مبدعين الآن لديكم ستة في المدخلات كم سيكون المخرجات؟ كم ستكون المخرجة إذا كان المدخلة ستة؟ تفضلوا بارك الله فيكم هيا مبدعين وصلتوا للإجابة؟ من يقول لي الآن ماذا نكتب في المخرجة هنا؟ بارك الله فيكم مبدعين نكتب ثمانية عشر يلا نكتب ثمانية عشر الآن أسألكم لماذا كتبنا ثمانية عشر من يقول لي يا أبطال؟ لأن المدخلة ستة إذن ستة راح أضربها في ماذا؟ أضربها في الثلاثة ستة ضرب ثلاثة كم تساوي؟ تساوي ثمانية عشر بارك الله فيكم الي حافظ حقائق الضرب راح يحلها مباشرة اللي مو حفظ حقائق الضرب أبطال يستطيع أن يطبق أحط طرائق الضرب اللي تعلمناها صح ولا لا إما بتكرار الجمع أو ماذا ممتازين الله يسعدكم أو بالأنماط أو بالعدة التصاعدي أكثر من طريقة أخذناها أو بالنماذج كون عند القطع فتكرر الستة كم مرة ثلاث مرات الله يسعدكم ومن ثم نعدها طيب يا مبدعين الآن لا يوجد لدينا هنا مدخلة ما رأيكم ولكن لدينا المخرجات هنا وضع فيها ثلاثين ما هو العدد اللي أضربه في الثلاثة فيكون الناتج ثلاثين تفضلوا بارك الله فيكم حلوها هيا يا أبطال ما هو العدد اللي نضربه في الثلاثة فيكون الناتج ثلاثين عشرة إذا نكتب هنا في المدخلات عشرة بارك الله فيكم سهلا ولا صعبة أسعدكم الله طيب يا أبطال بنفس الطريقة ما هو العدد اللي في المدخلة هنا ما هو موجود نضربه في الثلاثة فيكون الناتج صفر هيا يا مبدعين ما هو العدد اللي أضربه في الثلاثة فيكون الناتج صفر مبدعين الصفر لا يوجد إلا الصفر فقط أي عدد أضربه في الصفر يكون الناتج دائما صفر صح ألا لا أسعدكم الله بارك الله فيكم طيب يا أبطال المدخلة هنا واحد كم ستكون المخرجة تفضلوا بارك الله فيكم ها وصلت لها يا أبطال سهلة هذه صح أو لا كم سيكون المخرجات ستكون المخرجات ثلاثة لماذا يا أبطال لأن واحد ضرب ثلاثة تساوي كم تساوي ثلاثة فنكتب في المخرجات ثلاثة سهلة أو لا صعبة بارك الله فيكم حلينا الجدول الأول يا مبدعين إذن الآن ننتهينا من الجدول الأول ننتقل ونركز على الجدول الثاني بارك الله فيكم هذا الجدول يلا جاهزين يا أبطال طيب نقرأ مع بعض القاعدة يقول أضرب فيه اثنين القاعدة أضرب فيه اثنين طيب لدينا مدخلات ولدينا مخرجات بنفس الطريقة نبدأ يا مبدعين بارك الله فيكم ما هو العدد اللي راح يكون في المدخلات إذا ضربناه في اثنين كان الناتج اثنى عشر تفضلوا يا مبدعين بارك الله فيكم يلا حلوها هيا يا أبطال ماذا أكتب في المدخلات هنا ستة ممتازين يا مبدعين لماذا؟ لأن ستة هذه لو ضربناها في اثنين سيكون الناتج كم؟ اثنى عشر وهو العدد الموجود في المخرجات سهل أو لا صعب بارك الله فيكم طيب يا مبدعين الآن لدينا في المدخلات تسعة كم سيكون لدينا في المخرجات؟ ما رأيكم يا أبطال؟ تفضلوا بارك الله فيكم معكم وقتكم هيا يا أبطال ماذا ستكون المخرجات لو كانت المدخلات تسعة؟ طيب أنا أكتب الآن إجابة وأبغاكم تقولوا لي هل إجابتي صحيحة أم خاطئة؟ خلاص يا أبطال؟ ركزوا معي قد أخطئ ركزوا معي أنا الآن التسعة التسعة إذا ضربتها في الثلاثة ستكون سبعة وعشرين ما رأيكم؟ هل حل صح أو خطأ يا مبدعين؟ خطأ من يقول لي لماذا يا مبدعين؟ لأنه هنا القاعدة ما هي؟ أضرب فيه اثنين أضرب فيه ثلاثة كانت في الجدول الأول فما ألأخبط يا أبطال؟ أتأكد ما القاعدة اللي عندي؟ القاعدة اللي عندي أضرب فيه اثنين؟ إذن ماذا ستكون المخرجة يا مبدعين؟ ثمانية عشر بارك الله فيكم الله يسعدكم إذن تسعة مضروبة في الثلاثة سيكون ناتجها ثمانية عشر إذن نكتب في المخرجات ثمانية عشر دائما نتأكد عن القاعدة الآن أخبط نروح للسؤال اللي قبله أو السؤال اللي بعده ركز دائما في القاعدة طيب يا مبدعين ما هو العدد اللي راح أكتبه هنا في هذه المدخلة؟ إذا ضربت في الثنين أعطاني الناتج ستة تفضل يا مبدعين بارك الله فيكم هيا مبدعين وصلتوا للإجابة طيب يلا أنا أعطيكم إجابة الآن وابعاكم تقولوا لي صح أم خطأ أنا سأكتب هنا في المدخلات بما أنه هنا ستة فأقول ستة ضربت في الثنين إثنى عشر وش رايكم؟ كلامي صحيح أم خاطئ؟ خاطئ صح ولا لا يا أبطال؟ لماذا؟ لأنه هذه هي المخرجات المخرجات ستة إذن أنا أسأل نفسي سؤال ما هو العدد اللي أضربه في الثنين يكون الناتج ستة؟ صح ولا لا؟ كم هو العدد يا مبدعين؟ ثلاثة بارك الله فيكم يا أبطال الله يسعدكم إذن ثلاثة مضربة في الثنين تساوي ستة دائما نفرق بين المدخلة والمخرجة خلاص يا أبطال؟ المخرجات هنا هي ناتج الظرف صح ولا لا؟ في هذه العملية أسعدكم الله طيب يا أبطال بنفس الطريقة ما هو العدد اللي أضربه في الثنين يكون الناتج ستة عشر تفضلوا بارك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هيا مبدعين بارك الله فيكم وصلتوا للإجابة أسعدكم الله يلا ما هو العدد اللي أضربه في الثنين يكون الناتج ستة عشر أبطال ثمانية إذن أكتب في هذه المدخلة هنا ثمانية إذن ثمانية ضرب الثنين تساوي ستة عشر سهلوا اللي صعبة بارك الله فيكم يلا يا أبطال السبعة لدينا في المدخلات هنا ماذا سيكون لدينا في المخرجات تفضلوا بارك الله فيكم هيا يا أبطال وصلت للإجابة أعتقد أنها سهلة بارك الله فيكم إذن سبعة ضرب الثنين كم تساوي أربعة عشر إذن نكتب أربعة عشر هنا في المخرجات سهلوا اللي صعبة يا مبدعين بارك الله فيكم يلا اسمحوا لي أمسح وننتقل إلى سؤال التالي السؤال التالي أعطانا المدخلات والمخرجات في كل الجدولين ولكن ماذا يريد؟ يريد القاعدة يريد القاعدة أضرب في ماذا؟ طيب يا أبطال يلا أبغاكم تركزون معي أسعدكم الله يقول أجد القاعدة في مالي نركز على هذا الجدول الجدول الأول طيب يا أبطال أنا سأقرأ لكم المدخلات وسأقرأ لكم المخرجات في كل صف من هذه الصفوف خلاص؟ وأبغا أترك لكم الحكم تعلموني أضرب في كم؟ طيب يا أبطال كانت ستة أصبحت ستة وثلاثين هيا أبطال ضربت في كم؟ ضربت الستة في كم؟ فكروا طيب كانت سبعة وضربتها في عدد فأصبحت اثنان وأربعون يلا كانت ثمانية وضربتها في نفس العدد وأصبح الناتج ثمانية وأربعون كانت تسعة في المدخلات ضربناها في هذا العدد فأصبحت أربعة وخمسون ما هذا العدد؟ اللي أكتبه في القاعدة اللي أضرب هذه المدخلات فيها فتعطيني هذه المخرجات تفضلوا يا أبطال معكم برهام من الزمن بارك الله فيكم هيا مبدعين بارك الله فيكم ما رأيكم المدخلة كانت ستة وثلاثين أصبحت عفوا المدخلة كانت ستة أصبحت ستة وثلاثين ما رأيكم يا أبطال ممكن يسأني واحد سؤال يقول السادة أقدر أخذ غير الضرب هو القاعدة هنا يقولك اضرب طيب خلونا نشوف لو أخذنا غير الضرب لو أخذنا الجمع قلنا ستة أصبحت ستة وثلاثين زادت صح؟ زادت بمقدار كم؟ بمقدار 30 طيب اللي بعدها هل ستزود بمقدار 30؟ السبعة هل زادت بمقدار 30؟ لا صح ولا لا الثمانية هل زادت بمقدار 30؟ لا زادت أكثر التسعة هل زادت بمقدار 30؟ لا زادت أكثر إذن الجمع غير صحيح إذن نركز على الضرب زي ما طلبنا إذن يا أبطال ستة ضرب كم تصير ستة وثلاثين؟ مبدعين ضرب ستة بارك الله فيكم خلونا نختبرها سبعة ضرب ستة هل تعطينا ثلاثة واربعين نظروف الجدول يا أبطال معاكم وإذا كنتوا حافظين أأكدوا لي نعم ثمانية ضرب ستة هل يكون الناتج ثمانية واربعين نعم تسعة ضرب ستة كذلك يعطيني أربع وخمسين نعم إذن إجابتنا صحيحة بارك الله فيكم سعلا ولا صعبة أسعدكم الله يلا بنفس الطريقة يا أبطال الآن يقول لك القاعدة أضرب فيه ثم أعطينا عدد مجهول نبغي نعرف هذا العدد يقول المدخلات كانت ستة أصبحت أربعة وعشرين سبعة أصبحت ثمانية وعشرين ثمانية أصبحت اثنان وثلاثون إذن ما هو هذا العدد اللي أضربه في الستة يكون أربعة وعشرين وإذا ضربت في السبعة أعطاني ناتج ثمانية وعشرين وإذا ضربت في الثمانية أعطاني ناتج اثنين وثلاثين تفضلوا يا مبدعين الوقت معكم اشتركوا في القناة أسعدكم الله كم نكون نضرب في كم؟ في أربعة بارك الله فيكم يلا خلونا نختبرها ستة ضرب أربعة كم يكون الناتج؟ أربعة وعشرين إذن هذه صحيحة سبعة ضرب ستة أعفوا سبعة ضرب أربعة كم يكون الناتج؟ ممتازين ثمانية وعشرين إذن هذه كذلك صحيحة ثمانية ضرب أربعة كم يكون الناتج؟ اثنان وثلاثون إذن كذلك هذه صحيحة إذن حلنا هنا صحيح أضرب في أربعة سألونها صعبة بارك الله فيكم يا مبدعين إذا نسمحوا لي أمسح وأنتقل للسؤال التالي يلا يا مبدعين أكمل الجدول التالي يا أبطال لدينا هذا الجدول وكذلك لدينا جدول مقابلة ستجدون في دليل الأنشطة سأشير لكم إن شاء الله في نهاية الحصة حتى تستطيعوا الوصول إليه وتكملونه بنفس الطريقة يا أبطال وتتدربون أكثر وأكثر القاعدة أضرب في ماذا؟ في سبعة بارك الله فيكم يلا المدخلات هنا مجهولة مفقودة يا أبطال ما هو هذا العدد المفقود؟ إذا ضربت في السبعة يكون المخرج لديه خمسة وثلاثين تفضل يا أبطال يلا حلوها ها يا أبطال ما هو هذا العدد اللي أضربه في السبعة يعطيني خمسة وثلاثين؟ مبدعين بارك الله فيكم هو الخمسة بارك الله فيكم إذن خمسة ضرب سبعة يكون الناتج خمسة وثلاثين يلا لدينا هنا كذلك عدد مفقود في المدخلات ما هو هذا العدد؟ اللي إذا ضربناه في السبعة يكون الناتج اثنان وأربعون تفضلوا بارك الله فيكم هاي مبدعين وصلتوا للإجابة؟ بارك الله فيكم إذن ما هو العدد اللي نضربه في السبعة يكون الناتج اثنان وأربعون؟ هو الستة إذن نكتب في المدخلات هنا ستة ستة ضرب سبعة يكون الناتج اثنان وأربعون طيب يا مبدعين سبعة في المدخلات سبعة ضرب سبعة كم يكون الناتج؟ تسعة وأربعون بارك الله فيكم إذا نكتب في المخرجات هنا تسعة وأربعون سهل أو لا صعبة؟ يلا عاد نجي الآخر فقرة ما هو هذا العدد؟ بارك الله فيكم إذا ضربت في السبعة يكون الناتج ستة وخمسون تفضلوا وهذه برهة بسيطة يا أبطال يلا ها بارك الله فيكم وصلتوا لإجابة؟ مبدعين الله يسعدكم هو كم؟ هو الثمانية ثمانية ضرب سبعة تساوي كم؟ ستة وخمسون إذن حليناها بهذا الشكل خمسة ستة السبعة كانت موجودة فأوجدنا المخرجات تسعة وأربعين وأخيرا الثمانية سهل أو لا صعبة؟ طيب يا أبطال لدينا جدول آخر ستجدون إن شاء الله في دليل المعلم للعنشطة الصفية هذا الجدول مقارب لهذا الجدول وبعض العناصر مشتركة أبغى منكم تحلونا بنفس الطريقة بارك الله فيكم راح إن شاء الله أشيرها لكم في نهاية هذه الحصة ومن وين تحملونا وكيف راح تستفيدون مننا بمشيئة الله الآن اسمحوا لي أمسح وأنتقل إلى هذا السؤال بارك الله فيكم طيب لدينا أمامنا سؤال لفظي إذا نحتاج أطبق الخطوات الأربعة حتى أستوعب السؤال وأستطيع أني أصل لإجابة صحيحة بمشيئة الله إذن نبدأ بالخطوة الأولى وهي خطوة الفهم إذن سأقرأ قراءة فهم سأحدد المعطيات وسأحدد المطلوب بارك الله فيكم يلا يحصل كل من يشتري خمسة ذاكر لحضور أحد المسرحيات على تذكرة مجانية هذه أول معلومة يقول أي شخص يشتري خمسة ذاكر لحضور المسرحية يحصل على تذكرة مجانا خلاص يا أبطال ركزوا معي الله يسعدكم هذه أول معطا يقول ويحصل على تذكرتين إذا اشترى عشر تذاكر يقول إذا اشترى عشر تذاكر كم سيحصل على تذكرة على تذكرتين بارك الله فيكم واضح هذا المعطى الثاني يقول هنا بدأ يقول كم تذكرة إذن بدأ يطلب كم تذكرة اشترى يوسف إذا حصل على أربع تذاكر مجانية يقول يوسف كم اشترى من تذكرة إذا حصل على أربع تذاكر مجانية احنا عرفنا أنه إذا اشترى خمس تذاكر سيحصل على واحدة مجانا إذا اشترى عشر تذاكر سيحصل على تذكرتين مجانا طيب كم سيشتري من تذكرة حتى يحصل على أربع تذاكر مجانية ما رأيكم يا أبطال؟ واضح السؤال؟ طيب يا أبطال الآن فهمنا السؤال إذا ننتقل لخطوة وضع خطة ما هي الخطة المناسبة؟ بارك الله فيكم هاي يا أبطال؟ أو جد جملة ضرب لاحظوا أن التذكرة الواحدة المجانية مقابلها كم تذكرة؟ خمس تذاكر صح ولا لا؟ طيب يا أبطال التذكرتين الآن هنا في هذا المعطى الثاني تذكرتين مجانية كم اشترى مقابلها؟ عشرة صح ولا لا؟ إذن لو أخذنا تذكرتين مجانية كل تذكرة ما يحصل عليها إلا إذا اشترى خمس تذاكر صح ولا لا؟ إذن أستطيعني أضرب اثنين في خمسة بارك الله فيكم طيب سيعطيني عشرة وهو عدد التذاكر اللي إذا اشتراها سيحصل على تذكرتين طيب لو بيأخذ أربع تذاكر مجانية كل تذكرة مجانية هاي يا أبطال مقابلها خمس تذاكر لازم اشتريها إذن سأقول أضرب أربعة عفوا في ماذا؟ أربعة تذاكر مجانية كل تذكرة مقابلها خمس تذاكر لا بد أن يشتريها إذن أكتب عدد التذاكر اللي لا بد أن يشتريها مقابل حصولها على كل تذكرة مجانية طيب يا أبطال خمسة ضرب أربعة كم تساوي؟ تفضل يا مبدعين هاي يا أبطال وصلتوا للإجابة؟ بارك الله فيكم إذن أربعة ضرب خمسة كم تساوي؟ عشرين بارك الله فيكم إذن هل هذا هو إجابتنا النهائية؟ لا نتوقف باقي ماذا؟ خطوة أخيرة نتحقق من صحة إجابتنا ما رأيكم؟ يلا نحاول نحل بطريقة أخرى التذكرة المجانية الواحدة عليها كم؟ عليها خمس تذاكر لا بد أن أشتريها صح ولا لا؟ طيب تذكرتين كل واحدة بخمسة خمسة زائد خمسة؟ عشرة خلاص يا أبطال؟ ثلاث تذاكر إذن عشرة وأضيف عليها خمسة كذلك كم تسير؟ خمسة عشر طيب تذكرة رابعة إذن سأضيف خمسة على الخمسة عشر كم ستصبح؟ عشرين إذن وصلنا النفس الإجابة بارك الله فيكم إذن إجابتنا صحيحة إذن يوسف اشترك كم تذكرة يا أبطال؟ عشرون تذكرة واضح يا مبدعين؟ هذه هي الإجابة بارك الله فيكم إذن إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذا السؤال ومعه نصل إلى ختام درسنا لهذا اليوم استعرضنا مجموعة من التدريبات هدفها تقيم لدروس الفصل الخامس كذلك يا أبطال مثل ما أشرت في خلال الدرس أنه في بعض التدريبات تركتها لكم بارك الله فيكم ستجدونها في دليل المعلم للأنشطة كتاب دليل المعلم للأنشطة نحملها عن طريق الـ QR code أو الرمز الذي أمامكم ستجد حزمة كبيرة من التدريبات بعض التدريبات نفس ما أأخذناها هي تدريبات الجداول أرغب أنكم تحلونها وكذلك التدريبات اللفظية الموجودة فيها حتى نسق المهارتنا أكثر وأكثر وننطلق بإذن الله إلى الفصل القادم ومهاراتنا في مادة الرياضيات في أعلى مستوى لها إلى هنا وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي علي القحطاني وكان معي في لغة الإشارة زميلة الأستاذ الشريف الشريف في أمان الله